كالعادة والخبر ده الحقيقة انا بحب اقوله ليه؟ لانه خبر بيبقى مهم بالنسبة لي وبالنسبة لكل اللي عايز يفكر هو ليه مسيماني المدرب نجح هو ليه مسيماني نجح مع النادي الاهلي حتى الان نجح مع النادي الاهلي ليه؟ لانه الحقيقة من المدربين اللي بيهتموا بالتفاصيل جدا بمعنى ان المسيماني ده بتلاقيه بيشوفك لابس سوري يعني جزم شكلها عامل ازاي الشنكار بتاعك بيبقى عامل ازاي بيتكلم في كل حاجة ده انا سمعت الكلام ده من بعض اللاعبين في الفريق فمسيماني من المدربين او من المديرين الفنين اللي بيهتم بكل حاجة بشكل النجيلة بالجازمة انت لابسها 6 ستارز ولا ستارز عادي بيهتم بكل حاجة بيهتم بكل حاجة فموسيماني دايما قبل المباراة بيحاضر قبل المباراة بيومين 3 كده تلاقيه بيحاضر اللاعبين بالفيديو ويقول لهم على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالفريق والخاصة بالفريق الآخر اللي حيلعبه ان شاء الله يوم الخميس القادم اللي هو مباراة بيراميز وبالتالي هو بيحاول يدرس بيراميز بشكل جيد بيقول لعبته بيراميز بيلعب من ناحية دي بالشكل الفلاني من الجانب ده بالشكل العلاني حنعمل كذا هنا كذا هنا كذا وقبل التمرين وبعد كده بينزل يطبق الكلام ده في التمرين او في التمرين الاخير بكرة فمدرب ذاكي مدرب بيعرف ان هو يتعامل مع اللاعبين الحقيقة من الواضح ان هو بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي رائع جدا لان تحسد من كل اللاعبين اللي حتى اللي بيلعبوا اللي بيلعبوا واللي ما بيلعبوش يعني انا في لقطة جيبتها لحضراتكم مبارح او اول مبارح وليد سليبان وعلي لطفي لو اللقطة دي معاك يا سامير حطها لنا برضو الصورة انا بالنسبالي الروح دي هي اللي تفرق الروح دي هي اللي تفرق معايا بمعنى ان اه اللاعب الحداشر اللي بيلعبوا في الملعب دايما بتلاقيهم مصوتين وفرحانين طبعا لانهم بيلعبوا على طول ولكن اللاعبين اللي خارج في الملعب بيبقى ليهم دور كبير جدا 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 خصوصا اللاعبين الكبار اللي زي وليد سليمان للأسف الحقيقة جاله شد في العضلة الخلفية وحقول لكم دلوقتي هكلم عن وليد اكتر دلوقتي ولكن اللاعبين اللي كانوا متواجدين خارج ارض الملعب على دكة البودلاء الحقيقة بيبقى لهم دور كبير جدا شوفوا فرحة وليد سليمان وعلي لطفي لما الجن الاول دخل للنادي الاهلي لصالح النادي الاهلي في المباراة التراجي الاخيرة هنجيب لحضراتكم الصورة دلوقتي الحاجات دي علامات لما تيجي تتفرج عليها لو انت من اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي هتتعلم من الكلام ده لو انت من اللي ما بيشجعش النادي الاهلي هتتعلم من الكلام ده لان الكلام ده حيفيدك الفترة اللي بعد كده تحاول تخلي الروح واحدة ولكن لو انت من اللي بيشجع النادي الاهلي هتعرف ليه النادي الاهلي بيصل لهذه المراحل ليه النادي الاهلي دايما تلاقيه بيصل للمباراة النهائية هي دي الصورة تخيل حضرتك لاثنين دول علي لطفي ووليد سليمان لاثنين موجودين على دكة البودلاء وأحرز الهدف الأول من ركل الجزاء علي معلول شوف فرحتهم عاملة إزاي بص حضرتك على الفرح هل دي فرحة واحد عنده حاجة مضايقية من جواه هل دي آه طبعا هو مضايق اللعيب اللي ما يضايقش إنه هو ما بيلعبش ده ما يبقاش لعيب كرة ويبقى موظف وده ما بيحصلش جوا النادي الأهلي لكن الاثنين اللعيبها دول بصوا حضرتك فرحلين إزاي ومبسوطين إزاي على رغم إنه هم متضايقين طبعا إنه هم بيلعبوش ولكن هو مبسوط إنه فريقه بيكسب هو مبسوط إنه هو حيصل للمباراة الهائية أو اقترب من الوصول للمباراة الهائية ساعتها يعني وهي دي روح الجماعية اللي دايما النادي الأهلي بيبقى حريص عليها البعض لما بيجي يتكلم ويقولك إيه غرف أو قوض اللبس بيبقى فيها لما بيبقى فيها مشاكل بتبان قوي في المرعب بتبان الحاجات دي في الملعب تخيل حضرتك دي فرحة إثنين اللعيبة ما بيلعبوش علي لطفي ما لعبش غير مباراة الزمالك وصد درب الجزاء وبعد كده رجعش لنوي لعب فالمفروض يبقى مثلا متضايق متضايق طبعا إنه ما بيلعبش ولكن مفروض يبقى جواء لا ما عندناش إحنا الكلام ده داخل النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيحصلش فيه كده الفرحة اللي حضرتك شايفها دي فرحة طبيعية وفرحة حقيقية فرحة طبيعية الوضع يعني الواحد فيهم قاعد ويعني موت نفسه كده تحس إنه هو عايز ينزل الملعب فهذا هو الفارق بالمناسبة ما بين النادي الأهلي وأي حد أي حد بقى أقوله زي ما تقول اسمه أي فريق في مصر أو في أفريقيا أو في الوطن العربي هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وأي فريق تاني الروح الجماعية والإصرار على الفوز والمكسب وإن احنا عايزين نكسب على طول هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي فالحقيقة موسماني ماشي بخطة جيدة جدا نتمنلوا التوفيق في الأربع مباريات اللي جاية حنوقف كجمهور النادي الأهلي أعتقد أن الجمهور النادي الأهلي كالعادة يعني حيوقف في ظهر الفريق من خلال الدعم الكامل على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخلي بالحضرات وانا أقول الكلام ده دايما اللعبة دايما بتبص وبتشوف الجمهور بيقول إيه الجمهور مبسوط من إيه يبسوط الجمهور دايما وهو الأساس